نبقى في بيروت هذه المرة مباشرة من هناك انضموا إلينا مدير مكتب العراقي الإخبارية الزميل أمين ناصر مرحبا بك أمين يعني دعنا نبدأ من آخر المستجدات في بيروت وفي الضحية الجنوبية ما هو الموقف حاليا تحية لك علي وتحية لك هادر وفريق إعدادي هذه النشرة والمشاهد الكرام الموقف حتى هذه اللحظة والاعتداء السافر الأخير الذي قصد كذلك منطقة سكنية آمنة في ضاحية بيروت الجنوبية منطقة لغبيري وقرب حسينية الخنسة مثل ما تعرف هنا في لبنان وهي من المناطق المكتب سكانيا ذلك أنها إضافة إلى كونها منطقة سكانية هي تعجو بالمصانع والمعامل ومحلات تصليح السيارات يعني منطقة ميكانيكية ومنطقة سكنية في نفس الوقت الصاروخ حتى هذه اللحظة لم ينتج عنه أي بيان لحزب الله كغارات سابقة أخرى استهدفت بها الضحية الجنوبية الكيان في بعض تسريباته أو بعض وسائل إعلامه يقول أنه استهدف شخصية قيادية ليست معروفة رويترز تقول استهداف قائد القوة الصاروخية في حزب الله لطالما نعتمد نحن في هكذا حالات البيان الرسمي لحزب الله الذي هو يلزم الآخرين في بيانه فيما يتعلق بالنعو أمين واضح حزب الله لم ينثني حتى نعم طيب الآن أين تتركز مناطق التوتر في بيروت هل كل بيروت مستهدفة؟ هل كل لبنان يقع ضمن نطاق هذه الغارات؟ أم أن مناطق بعينها هي التي تستهدف؟ لم يكن ليجرؤ الكيان على استهداف بيروت وكان يتردد كثيرا من هذه الخطوة حتى حادثة البيجر يعني اليوم الثلاثة وم الأربعة وبعدي أصبحت الأمور منفلتة مما دفع بحزب الله عرد كنا نتصور في فترات سابقة أنه لن يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية باعتبار أنه مساحات الحرب حتى الأمين العام لحزب الله سيد حسن تحدث عنها أنها مناطق اشتباك محددة يعني خمسة كيلومتر هنا وخمسة كيلومتر هناك لكن استهداف الضاحية مرة ومرتين وثلاثة جعل الأمور أكثر يعني أكثر احتداما وكأنها مفتوحة المفارقة أنه رد حزب الله ما زال مستمر ودخول صواريخ جديدة على ساحة المعركة في هذه الأثناء التي تحدث بها معكم هناك قصف مستمر بصواريخ جديدة ادخلها حزب الله المعركة تضرب قواعدا عسكرية في الصميم طيب سأنتقل إلى الجانب الآخر من الملف اللبناني وهو زيارة ميقاتي إلى نيويورك ومشاركتي في اجتماعات الجمعية التي تأتي هذه المرة حاملة شعار السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية حول العالم بالتالي ما الذي يتوخاه اللبنانيون من الموقف أو المواقف الدولية في هذه الاجتماعات الجمعية يعني حتى هذه اللحظة المواقف الدولية هي خجولة هي لا تتخطى ولا تتعدى مواقف الإدانة والحديث عن ضرورة إيقاف واطلق النار لم نجد دعوة لمحاكمة وتجريم إسرائيل إلا التي ابتدأت بها دولة جنوب أفريقيا وبالتالي بعض الدول هنا أو هناك الموقف العراقي كان موقف فاضح يختلف عن بقية الدول العربية وموقف فاضح وموقف شجاع منذ القمم العربية الأخيرة وحتى الاجتماع الجمعية العمومية اللبنانيون لا يعولون على هذه الاجتماعات بدليل أن الرئيس ميقاتي تخلف عن الذهاب إلى نيويورك أول أمس وأمس اليوم أعلن أنه يلتحق وأعتقد دفعه على ذلك وزير الخارجي الفرنسي في إلحاح معين فقال الرئيس ميقاتي أنه يعتقد أن وجوده في نيويورك هو ضرورة ملحة في تسوية ما لحل أزمة ما نتنياهو يقول أن لديه غطاء أكبر من غطاء الأمم المتحدة في ضرب لبنان وقصف لبنان ورسم خارطة جديدة في شمال الأرض المحتلة وجنوب اللبناني تعويل الشارع اللبناني هو على المقاومة على كمية وحجم الرد على الثأري للدماء هكذا نسمع من الشارع اللبناني هكذا يقول الأمين العام لحزب الله وجو حزب الله وضاحية ميروت الجنوبية والجنوبيون المفارقة حتى الذين انسحب منهم يوم أمس ونزح من الجنوب هو يتحدث عن عودة مع نصر في شيء يعني غريب في جناتهم ذلك أنهم عاشوا مع هذه المناطق الحدودية من 82 علي 82 2006 82 2000 2006 حروب كثيرة على مدار ثلاثة مرات خرجوا بها المتصر طيب أمين أمين إذن نتحدث عن الجبهة الداخلية اللبنانية ما هي المواقف بشكل عام وهل يبدو أنها متحدة في ظل هذه الأزمة نعم أولا يعني لا يوجد انهيار صحي وطبي واقتصادي وأمني كبير وهذا دليل على التماسك يعني هذا لا يتحدث عنه أحد لا توجد أطراف أو وسائل إعلام أو إلى ما إليه داخلية هاجم حزب الله أو أطراف سياسية أو نواب حتى سعد الحريري زعيم تيار المستقبل رئيس الزراء السابق يغرد يوم أمس الضاحية جرحنا والضاحية إلمنا ويجب الالتفاف على شعب الضاحية وجمهور الضاحية والجنوب ولهذا هذه المواقف كلها تقرأ دعما المواقف الفلسطينية بالمخيمات المواقف الجماعة الإسلامية مواقف الدروز مواقف المسيحيين الوزراء الذين يختلفون ويتشابكون في السابق مع حزب الله كلهم يحجون إلى ضاحية بيرت الجنوبية وكلهم وبعضهم يذهبوا إلى الجنوب للوقوف على الجرحى والمستشفيات وهناك حملة تكاتف كبيرة يعيشها لقلان اليوم بإيواء النازحين نعم شكرا جزيلا زميلي أمين ناصر مدير مكتب العراق الإخبارية من بيروت شكرا لك شكرا لكل هذه المعلومات